الإعلام الحر في العراق لا يزعج الأحزاب الحاكمة فقط لأنه يفضح فسادها ويعري سلوكها بل على ما يبدو فإنه يغض مضاجع دائم هذه الأحزاب في طهران وهو ما استدعى المسؤولين في إيران إلى تشكيل خلية عمل مشتركة مع نظرائهم في بغداد للتنسيق باتجاه توحيد صف المعركة ضد الناشطين والصحفيين العراقيين تحت بسمى محاربة التضليل الإعلامي وفد إيراني يلتقي رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في حكومة الإطار التنسيقي علي المؤيد بهدف ما سماه تعزيز التعاون في المجال الإعلامي وإنتاج محتوى صحفي يساهم في محاربة الأخبار الكاذبة من وجهة النظر الحكومية طبعا وكذلك تنظيم عمل المنصات الرقمية الحديثة عبر إنتاج مواد تواكب التطورات التي شهدها عالم الاتصالات وتتناسب وتفضيلات الجمهور دون الإفصاح من هو هذا الجمهور وما هي طبيعته لكن أغرب ما جاء في هذا الاتفاق أن تتولى طهران إقامة دورات تدريبية إعلامية في العراق للاستفادة من تجربة الإعلام الإيراني في التعامل مع الأحداث وهو ما أثار سخرية ناشطين اتفقوا تماما مع الخبرة الإعلامية الإيرانية ولكن في مجال تزييف الحقائق وقلب الوقائع ومطاردة ناشطين وترهيب الصحفيين حتى وصل الأمر إلى وضع رقابة صارمة على مواقع التواصل الاجتماعي مراقبون يرون أن إقحام إيران نفسها في ساحة الإعلامية العراقية يأتي من باب إدراكها التام أنها أصبحت منبوذة على المستوى الشعبي العراقي وهذا ما ظهرت جاليا في تظاهرات ثورة تشرين التي أعلنت صراحة أن إيران تحتل العراق وتدعم سلطة الأحزاب الفاسدة بل وتقتل ميليشياتها وأذرعها في العراق الناشطين بفتوى من خامناء فكان هتاف إيران بر بر هو الأكثر ترديدا من حناجر المتظاهرين إيران بر هو الأكثر ترديدا من حناجر المتظاهرين